ها هو الإنسان الآلي يجد له منفذاً جديداً لمواصلة اقتحام عالمنا بأعداد غير مسبوقة فيروس كورونا فتح الباب أمام هذه الروبوتات الشبيهة جداً بالإنسان بالتكاثر بهدف الحد من الاحتكاك البشري والحفاظ على سلامة الناس هذا ما يقوله المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هانسون روبوتكس الروبوت صوفيا التي ظهرت في 2016 هي من الجيل الأول للروبوتات الاجتماعية التي تحاكي التعبيرات البشرية كالحزن والفرح والاضطراب وتتفاعل مع البشر ما يجعلها فعالة جداً لأشخاص يعانون من الوحدة خصوصاً الآن في أوقات العزة التي تفرضها جائحة كوفيد-19 لا شك أن الجائحة سرعت من علاقة الروبوتات مع البشر وأوجدت للشركات المطورة لها سوقاً وفرصة لتسويق سلعتها على أنها اختراع من شأنه أن يحل أصعب المشاكل التي تواجه الشركات والأفراد والحكومات والأهم من ذلك أن تكون أفضل بديل موجود للإنسان ففي الجائحة أثبتت الروبوتات قدرتها على المساعدة في قطاع الرعاية الصحية وكشفت عن الأشخاص الذين لا يضعون كمامات وساعدت في إدارة إنشاء مشفى ميداني في وهان وقد تكون سنة 2021 هي بداية هذه العلاقة بين البشر والروبوتات نحو مستقبل يخدم البشرية ويطورها على يد أشباه البشر الآليين مكرم حناوي العربية